انت عارف يا موفق برضو في نقطة عشان بعض الاخوة بتجينا تعليقات كده غريبة كنت انا مرة بتكلم في حلقة وتكلمت ان الربا مثلا ذكر في الطوراة كذا واحد باعت يقول لي مش انت بتقول ان الطوراة محرفة ازاي بتستشهد بيها يا ابني الطوراة محرفة لكن التحريف يعني ايه ان المحرف ساب اصل الطوراة وشل وحط في حاجات معينة فلما انت تخش تعمل بحث في الطوراة على كلمة الربا وتلاقي الكلام نصه متطابق مع كلام القرآن يبقى ده النص الالهي ده الجزء الالهي اللي في التحريف فاهمني يا موفق عايز اقول ايه ساهمك مية بالمية وانا دايما بحكي في هذا الموضوع على فكرة في بعض الاخوة بيعلقوا تعليقات غريبة يعني ده يدولك على ان في بعض الناس مش هيتعلموا ولا هم عايزين يتعلموا يعني هم عايزين بس يعلقوا فيقولك مش انت قلت قبل كده ان الطوراة حرفت هو انا اللي قلت ان الطوراة حرفت ده ربنا اللي قال بس مش معنى انها تحرفت ان انا ما عملش سرش فيها ان انا ما افتحاش واشوفها واشوف ايه المحرف من غير المحرف فلما لاقي كلام في الطوراة يتطابق جزء منه مع القرآن استشهد بايه او استدل بايه ان ده الجزء الالهي اللي هو اتفق مع القرآن واللي متحرف باين فانا بعمل السرش ليه عشان اثبت التحريف مش عشان انا انف التحريف او ان انا كده بتتبع الطوراة يعني ارجو ان الاخوة قبل ما يعلقوا يفهموا وما بيتكلموا ازاي يعني الراجل اللي بيتكلم من غير من غير وعي ده اخشل الرجل والمرأة اللي بيتكلم من غير وعي يعني كلامه بعد كده حييجي عليك انت وقت ما تعتنيش بكلامه لانه هو اصبح بالنسبة لك عبارة عن واحد بيتكلم بس من غير وعي طيب دكتور لو سمعتلي بس اعلق على هذه النقطة يعني احنا كونه في بداية كلامك اتكلمت انه الدين عند الله الاسلام وربنا امرنا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله حقولها اقولها اه حتى الانجيل والتوراهية من كتبنا ويجب الايمان فيها التحريف اللي بيسير هو تحريف الكلام عن بعض مواضعه يعني تغيير المعاني الكلمات انا هيك بشوفها ولكن انا بشوف انه بطلوب منه احنا نطلع على التوراه والانجيل كونها يعني كتب سماوية واحنا ما بنعرف يعني زي ما تفضلت بعض المواضيع انا شخصيا برجع لها ما برجع لها انه ااخد المعلومات اللي فيها بشكل يقيني باخدها يعني لا الاستئناس او لو استشكل علي امر ما فهمته من القرآن فانا برجع لها وربنا يعني طلب مننا انه كمان نرجع للكتب السماوية ونآمن فيها فشو تعليقك على بس عايز اوضح النقطة دي يا موفق ان احنا بنؤمن بالكتاب السماوي قبل التحريف بالنسبة للطوراه وقبل التأليف بالنسبة للانجيل يعني الامان اللي في نهاية صورة اخد بالك من عظمة هذا الكتاب الحق القرآن ان في مطلع البقرة وفي نهاية البقرة تم ذكر هذا الموضوع فمثلا في مطلع البقرة الذين يؤمنون بالغير ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك خد بالك هي في المطلع هي والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون وفي ختام البقرة آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله فالتمام يعني في مطلع البقرة وفي ختام البقرة لما يأكد المولى عز وجل على هذا الأمر يبقى أنا مؤمن بالانجيل والطوراه قبل أن تصبهم يد البشر إنما أنا بقول إيه يا موفق أنا دلوقتي بعمل بحث في موضوع معين زي موضوع الربا وعرفت إن في آية بتتكلم على اليهود في الربا فقول تم افتح الطوراه علشان أشوف التحريف تم فيه ألاقي النص القرآني موجود في جزء من السفر وبعدين الباقي شكله بشري يبقى أنا بفتح بس هنا عشان كده يعني أنا بفتح هنا مش علشان أنا واثق إن هو متحرف بس أنا عايز أشوف التحريف كان فيه بالذات وإن إحنا أنا وإنت واللي زي حالتنا دراساتنا متخصصة فلما نعمل كده هو بنعمل كده كنوع من أنواع العلم كنوع من أنواع البحث العلمي فهمني؟ فهمني عايز أقول إيه؟ فهمك 100% نعم بس ده اللي أنا عايز أقوله النقطة بقى بتاعت إيه إنت قلتلي الإسلام الإسلام وإبراهيم مش كده بس آية النساء يا موفق عايزك يا ليد حتى تقدر تنزلها للإخوة يقروها كتير معلش يعني عايزهم يقروها الآية اللي هي اللي أنا قلتها اللي هي إيه في صورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونها أرجو أنك ياريت لو تقدروا تنزلوها أو لو تقدر تطلعها استنى كده ثانية واحدة ثانية واحدة أنا أقولها هي الآية ثانية واحدة الآية ثلاثة وتمانين من صورة النساء الآية ثلاثة وتمانين من صورة النساء نعم ياريت نقراها النهاردة كتير ياريت النهاردة نقراها كتير والذين يستنبطونه دول ديت نحطها بعين الاعتبار أن في ناس من وهب نفسه للقرآن فتح الله له ما بين دفتي الكتاب بإذن الله بفضل من الله تبارك وتعالى ووعاه وعلمه أنا عايز أقولك على حاجة يا موفق نفسي في كل المسلمين يعني يتقنوها ويفهموها ويعملوا بها ولها هسأل حضرتك سؤال مجرد خالص مين اللي علمك القرآن يا موفق والله القرآن أهلي وأنا يعني من حالي حاولت الدبار وبعدين يعني حسيت بصراحة أنه كان في غشاوة على عيوني وفجأة بلشت صرت أفهم القرآن صرت أقرأ القرآن عارف بقى عارف مين اللي علمك بعد ما حسيت بحكات الغشاوة اللي راحت دي نعم اسمع كده الرحمن علم القرآن سبحان الله خلق الإنسان علمه البيان أنا عايزة تقرأ دي تاني يا موفق النهاردة ونقرأها كلنا وأسأل واسأل الله تبارك وتعالى أن يُعلَّمني القرآن بعد أقول الحمد لله الذي علمني القرآن هي الله ولما بقول كده يا موفق أقصد إيه إن موفق شرح لي نقطة بفضل من الله فتعلمت يعني مين اللي هده موفق يشرح لي ربنا ربنا وققني في سكة الدكتور رمضان عبد الثواب فعلمني جزء ربنا وققني في سكة الشيخ الشعرار فعلمني جزء الدكتور عبد المنع من نمر فعلمني جزء الشيخ محمد الغزالي فعلمني جزء الشيخ كشك من قبلهم كلهم فعلمني جزء إشتاهته كلامي إيه إذا أنت توكلت على الله بنية سورة الرحمن أن الذي يعلم القرآن هو الله سيفتح لك الله تبارك وتعالى بين مادة فتاة الكتاب بإذن الله رابط جميل ورائع الحقيقة دكتور والله أقولها بملء فيه وأشهد الله أن لو المسلمين شوف أنا أقول لك إيه والله الذي لا إله غيره لو المسلمين في شتى بقاع الأرض توكلوا على الله بحق التوكل موقنين بكلمة الرحمن علم القرآن أنا عايز أقول لك يا موفق هل الآية دي كده عبث في القرآن متقالة كده يعني ولا حق حق وصدق طبعا شوف القوة في التعبير القرآني الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فلما أنت تتدبر يا موفق أن ربنا علمك القرآن يعني إيه علمك القرآن قبل ما يخلقك يعني أوجدك كموفق كده كمحمد هداية كأي حد من عندك الشخص ده توجد على القرآن فإذا ما سأل الله أن يعلمه الله أصلا علمه الآية جاية بالفعل الماضي ولا المضارع الماضي علم القرآن علمه 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 يعني تفهم عايزة أقول عايزة أوصلك لإيه يعني إذا أنت سألت هتلاقي الإجابة حصلة لأنه هو علمه هو علمه القرآن بس دكتور هذا موضوع خطير يعني هذا يخج على الكل طبعا أنه الكل بمجرد يحط بباله وأنه يتدبر القرآن بشكل سليم لاجم يكون وصله لأنه العلم العلم سبق خلقه بالضبط والله هي كده وشرحها كده على فكرة كم أخذت شوف أنا أشهد الله تبارك وتعالى الآن أمامك كم أخذت هذه الآية مني أنا والدكتور رمضان عبد التواب رحمة الله عليه والله هقول لك رقم أنت مش هتصدقني فيه لو قلت لك 3-4 سنين هتصدق أننا نستعرضها ونتركها شوية ونرجع لها تاني ونفتح فيها ونبحثها ونسيبها شوية كده ونرجع لها تاني على مدار 3 أو 4 سنوات أقسم بالله العظيم لأن الدكتور رمضان أنا كنت كتبت يعني هو يعني قد بالك ما عرفت كنت بالدكتور رمضان في حناء الأول وبعدين صاحبنا فكت كتبت في إجابة في سؤال في امتحان هذا المعنى فالدكتور جابني قال لي الله رحمة الله عليه الله يرحمه يا رب قال لي بص أنا عايزك تفاهمني أنت أصدق إيه فلما قلت له واشتغلناها سوى يعني يعني هو حس أنكت حاجة غايبة عنه وتفتحت له فقال لي زي ما أنت قلت من شوية قال لي ده على فكرة الآية دي لو إحنا ما عملناش بيها هتبقى حجة علينا قلت له شكرا للمشاهدة